السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة دعونا اشتركوا في القناة بخصوص قانون رقم 1921 الخاص برجال الأداء فالقنا نشاهد فيها سواء في حالة الاتفاق سوف نرى في هذه المشاهدة في حالة المخالفة من الأحكام التي نشاهد فيها المادة 78 من نصف القانون يعني paragraph 2 انه كتفرض واحد الغارامة يعني في حالة مخالفة الأحكام كتفرض عليك واحد الغارامة هذه الغارامة كتفرض الصالح الخزينة والنسبة ديالها كتتحدد في السعر المديري لبنك المغريب يعني كيحدو بنك المغريب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء يعني في الحالة ديال تأخر عن الأداء في الشهر الأول فخصك تخلص واحد الغارامة اللي كيتحدد السعر ديالها من طرف بنك المغريب ثاني حاجة خصك تخلص واحد 0.85 عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي اللي كنفهم من هنا هو كينا واحد الغارامة مالية أولية في حالة التأخر عند اختتام الشهر الأول من الأداء وكينا واحد الغارامة اللي هي إضافية ديال 0.85 عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي وهذه الحالة الثانية هذه الغارامة كيف تطبق؟ تطبق هذه الغارامة على المبلغ غير مؤدد يعني ما تطبقش على على فاكتور كاملة ولا على المبلغ كامل على فقط المبلغ غير مؤدد داخل أجل قانوني عن كل فاتورة مع احتساب ضريبة يعني تتسع يعني هذه الغارامة النقطة الأخيرة هو أنه إما تتم دفع الغارامة بصفة تلقائية وفي نفس وقت تقديم تصريح يعني مني كن بغير نقدم تصريح ديالي لإدارة الضرائب خاصني نخلص هذه الغارامة هاته تصريح هاته تصريح وشكون كي أشرع هاته تصريح وشنه هما للميت فلشيف باش ندير هاته تصريح هاته تصريح هاته تصريح ديالي لإدارة الغارامة ديالي لإدارة الغارامة هاته تصريح ديالي لإدارة يمكنني شيخ